اللابريكان السادس هذه هي صورة لكوكب يسمى لابريكان السادس وهو كوكب خاص جدا لأنه مصنوع من عنصر لم يكتشف بعد يدعى لابريكان والابريكان خاص بسبب أن أي شيء سوف ينزلق إذا كان السطح من اللابريكان وسوف لن يواجه أي احتكاك اللابريكان إذن في اليمين ونحن نبحث في ذلك الجانب وإذا كان لدينا لبنة في الأعلى من ذلك ربما تتجسد في الأعلى في هذا القبيل وتجربة المطلقة تجربة المطلقة التي تشير لعدم وجود احتكاك الآن الأشياء الأخرى التي نعرفها عن اللابريكان أنه ينجرف في الفضاء العميق وأنه ليس لديه غلاف جوي في الواقع بل هو فراغ كامل في الخارج إنها في مثل هذا الفضاء الصحيق هذا جزء نائن من الفضاء حتى أنه لا يوجد هيدروجين وإنه بالمطلق فراغ تام فراغ تام وإنه أيضا كوكب قديم هو النجم يدور حوله وبالتالي فإن هذا الكوكب الوحيد قد انجرف في الفضاء العميق دون وجود الغلاف الجوي والشيء الآخر الذي نعرفه عن اللابريكان السادس هو أن ذلك أنه كاروي بل إنه كرة مثالية الان سؤالي لك لسبب غريب هناك ما يمكن أن يحدث على سطح اللابريكان السادس إذن هنا لليمين سطح اللابريكان السادس هناك خف قد تجمد في كتلة من الجليد هذا هو الخف إنه قد جمد في كتلة من الجليد وإنه سوف يتحرك 1 كيلومتر لكل ساعة 1 كيلومتر لكل ساعة في هذا الاتجاه إذا نظرنا لذلك المستوى الكلي عندما ننظر لذلك الكوكب بدعنا نقول ذلك خف مجمد وهو يتحرك على طول خط الاستواء إنه يتحرك على طول خط الاستواء للكوكب للكوكب لابريكان السادس إذن سؤالي لك بإعطائك كل هذه الفرضيات التي فعلناها وهناك بالمطلق لا يوجد غلاف جوي إنه كرة مثالية واللمبريكان بالمطلق لا يوجد به احتكاك بغض نظر ما الذي يتحرك فوقه ما الذي سيحدث لهذا الخف أو يجب أن يحدث لهذا الخف المجمد بالنسبة للزمن للإجابة عن السؤال نحن بحاجة لتفكير في جميع القوة التي تؤثر على الكتلة المجمدة أعتقد هذه الكتلة من الجليد أول شيء دعني أفكر في القوة التي تؤثر في الاتجاه القطري في الداخل أو الخارج من مركز الكوكب جيد هذا الكوكب لديه كتلة وبالتالي يوجد قوة داخلية باتجاه مركز كتلة الكوكب وبالتالي يوجد لديك قوة جاذبية تؤثر على هذه الكتلة تتجه قطريا باتجاه مركز الكوكب وسوف أرسمها مثل هذا إذن يوجد لدينا قوة الجاذبية وإنها تتجه كتريا للداخل بالضبط مثل هذا ولكن نحن نعلم أن تلك الكتلة ليس فقط تتجه باتجاه مركز الأرض يوجد لدينا سطح هنا أنا لن أذهب من خلال سطح لبريكان ونستطيع أيضا أن نفرض أن اللبريكان هي مادة قوية جدا جدا وبالتالي يوجد لديك قوة تلامس عمودية قوة تلامس عمودية التي تمنع الكتلة من الحركة باتجاه مركز الأرض إذن هذه قوة التلامس العمودية وشيء واحد سوف أفكر فيه الآن سوف تناوله مباشرة إذا كانت قوة التلامس العمودية تساوي تساوي قوة الجاذبية الأرضية جيد سوف أفكر في ذلك في الفيديوهات المستقبلية لكن هذه هي جميع القوة المؤثرة على هذا الاتجاه الكتري سواء كان في الداخل باتجاه مركز الكوكب أو للخارج ولكن إذا فكرنا في اتجاه المماس على طول سطح الكوكب فإنه لا توجد قوة محاصلة وبسبب عدم وجود قوة محاصلة في اتجاه المماس لليمين فوق هنا هذه الكتلة سوف لن تتسارع أو تتباطئ هناك لا يوجد احتكاك للهواء لا يوجد احتكاك أو يجب أن أقول مقاومة للهواء والتي هي في الواقع لا يوجد لديك على هذا الكوكب لا يوجد لديك غلاف جوي بل هذا فراغ إذن لا يوجد احتكاك هناك والتي يمكن أن تكون قوة في الاتجاه المماسي إذن بالمطلق هناك لا يوجد قوة في الاتجاه المماسي إذن كتلة الجليد سوف تكون في الواقع تستمر بالحركة في واحد كيلومتر لكل ساعة للأبد إذن هي سوف تستمر بالقيام بذلك من خلال إعطائك الفرضيات التي قمنا بها